قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين نيونيتشي ناكاشيما أن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أضف ناكاشيما أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حلاس بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية مشيرا إلى الازديادة الملحوظة بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما سهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين أنا أعتقد هناك دافية لي ممكن رغبة هناك حماية جدوى حل الدولتين في ظل هذه الظروف وكذلك تصروات إسرائيلية كثير منها خادية جانب هاي تمس إمكانية حدوث مثل هذه الإقامة الدولة الفلسطينية لذلك وراكم في هاي الاتراف دولة دولة ما هذا تخص بقرار سيادة لكل الدول حاليا اليابان لم تعترف بعد بها وراكن نحن ننظر إلى هذه المسألة من جوانب مختلفة بما فيها حل هذا من كيفية ممكن تصاهم ومساهمة في حل الدولتين نعم تحقيق السلام أو طريقة إلى حل الدولتين